السلام عليكم معكم محمود نهاردة الحلقة التانية من حلقة اللي هي الحلقة الاولى بتاعت اميرة الكبيرة اميرة الكبيرة انتهينا في الحلقة اللي فاتت ان هي كانت متعلقة باخو صديقتها اللي تجاوز اناستاسيا الاوكرانية فبدأت تتقرب من صاحبتها اكتر وهي صاحبتها المقربة اصلا فقربت منها اكتر وعايز اتقرب من مرات اخوها واوكرانية وبتاعه اجنبية وعايز اتكلم معاها ونشوف ثقافتهم وفعلا بدأت تتقرب من اناستاسيا وتسألها بقى ايه بقى اللي عجبك في الزوج المصري وايه اللي معجبتش ودخلت في حاجات كده المفروض ما تخشش فيها ولكن كانت هي دي دماغ اميرة لا اراديا الله اعلم دخلت في بيت معتز اللي هو اخو صاحبتها اللي متجوز اناستاسيا فوضح انها ميالة لصنف رجالة منهم معتزدة اول ما جي واحد تاني في حياتها شبهه او زيه او نفس الستايل تركت اناستاسيا ومعتز وصاحبتها وبدأت تنشغل بالشاب التاني الشاب التاني اللي هي كانت معجبة بيه ده كان معها في الجامعة بس ما كانوش يعرفه بعض كويس فالواد لقى نفسه فاضي وهي فاضية فتعالي نخرج تعالي نسافر مع بعض وطبعا ايه الاب كبير ومش مركز فالبنت بتسافر بتيجي بتبات بره يعني مش مركز هو اوي خصوصا البنت اتعرض لصدمات وبيكبر بيها السن ومتتجوزش اختينها الصغيرين تجوزوا وهي لقى ومفادات شغل الولد الصغير اللي هو في سنوية عامة وبعد فترة الولد جاله منحة بره وخلاص هيسافر هو كمان وبعد فترة الولد ايه الصغير او اخوها الصغير هيتجوز واحدة المانية فالبنت دي طبعا الولد اللي كانت معاه وسبت معتز وقصرته وانا استسيه عشانه سابها برضو هو كمان فصدمة جديدة فبس هي واضح ان كل الصدمات ما بتزيد كل ما تأثيرها عليها بيقل فخلاص هي بقى جتتها نحست نقدر نقول لأت ان صحبتها اللي هي اخوها معتز صحبتها دي كمان مرتبطة بواحد وهتتجوز فاياتها وكلهم بيتجوزوا وانا قاعدة فبدأت تركز في حتة وانا اتأخرت ليه والليه وما حد تش شايفني ليه مع انها للعلم اميرة تعتبر احلى اخوتها وحلى من صحبتها حتى أنستاسية اللي تجوزها معتزمة مكانش جميلة قوي يعني واتصدمت بقى أكتر لما لقيت أن أنستاسية تدينت وأسلمت ولبست الحجاب فساعتها بقى يعني دماغها لفت قلت إيدا كل الناس بتتجوز وبتهتدي وبتتدين وأنستاسية حامل ده هيخلفه كمان واختينها الصغيرين اللي أصغر منها اللي تجوزوا بدري اللي اتنين معهم عيال فدماغها لعبت وقالت أخويا هو يتجوز وحدة ألمانية وهو لسه طالب وبتاعه ايه الدنيا دي ليه أنا عطلانا وبدأت تحكي مع صاحبتها اللي هي أخوها معتز اللي صاحبتها دي اسمها هدى وهدى دي اتجوزت فهدى دي اتجوزت آه ولكن دماغها كانت شبه أميرة شوية شوية يعني من الآخر الحاد بيلبسوا الحجاب مجرد بس إيه للمجتمع ولكن هما داخليا شايفين ان الدنيا ايه يعني مطلعين قصة بقى قدام كده ومع الوقت بيلبسوا محزق بيلبسوا مثلا كم الحد هنا يعني حاجة مثلا البنطلون برضو والله يعزكوا بيلبسوا البنطلونات بتبقى سيارة برضو شوية ومع الوقت هدى قلعت الحجاب خالص وجوزها مش ممانع فيش مشكلة لأنه دماغه زيها فأميرة قالت اخلع انا كمان الحجاب والدها قال لها ليه بنتي على كبر كده وبتاعة ده كده هاخد طبك يقل وقالت له لا لا هيزيده يا بابا ما تقلقش وتعرف واحد ورد تاني أميرة بقى ضغوط وكل ما يحصل ضغوط كل ما تعمل اكشن زيادة في حياتها وراحت عاملة تاتو رسمة كده على ادراحها عشان ما تلبس قصير في الصيف يبان فأحد الشباب اللي هو برضو بيبص على الاشكال دي وبتعجبه شافها كانت دخلت نادي الجزيرة فشافها في نادي الجزيرة واعجب بيها وتعالي ونتكلم ونخرج وتليفونيك وبتاع فراحت معاه مرة اسكندرية قضوا هناك تلات ايام كده وش يعني ما تفكرش كتير ازاي ومجتمعنا وبتاع بس ده اللي حصل فالمهم بعد التلات ايام البنت ايه حست لأول مرة ان ابراهيم اللي هي عرفته ده وقضت معها تلات ايام ان ده شاب بجد انه راجل بجد وانه ممكن ينجوزها وانها ممكن تدي له اي حاجة وانه دماغه زيها فالمهم ابراهيم ده قال لها بصي انا بعمل كل حاجة غلط وعندي استعداد ان انا اتجوز واحدة كون يعني مختلفة معايا في الرأي تماما انا مسلا ايه قال لها انا مش مدمن مخدرات بس ساعة بضرب حاجات بشرب حاجات انا مش مدمن كحوليات بس ساعة اما بتطلب معايا وبقى مضغوط في الشغل بشرب اما بسافر بره بشرب حاجات اه ممكن اعرف بنات عادي لما بسافر بس اما ارجع لبيتي مراطي ما عنديش غير مراطي فقالتلو انا موافقة وانا ادمغي على فكرة زيك وبتاع فالمهم ايه ابراهيم ده خدها الحتة جديدة في الالحاد ما كانتش يعني عايزة تجربها ما كانتش عايزة تشوفها ان هو يقول لها احنا في مجتمعنا هو كان بيسافر كتير ابراهيم وخريج الاكاديمية العربية اللي موجودة في اسكندرية ومتعاودة عالصفر وشغله يتحتم ذلك فقال لها بصي احنا حبسين نفسنا في البلد دي وبرا بتقول رأيكو بتعمل اللي انت عايزه بتبقى حر جدا قال لها اللبس اللي انت بتلبسي ده ده انت بتمثلي على المجتمع قالتو انا قلعت الحجاب وبعمل اللي انا عايزاه قال لها لأ مش كفاية انت ما بتعملش كل حاجة انت جواكي طاقة كبيرة انت مش عارف ايه المهم ايه خدها تجرب حاجات مختلفة وحاجات غريبة وصفروا مع بعض لاوروبا مرة واثنين فاميرة لوهلة ما كده في لحظة ما حست ان ابراهيم بيضيع وقت وانه مش هتجوزها وانه مهما راحت مهما جات انا فتاشة رقيه انا خصوصا بعد ما اتكلمت مع انستاسية مرات معتز فمرة كده فعلوا قد ساب وعب تليفونه وبتاع فبتقول لها انا عايز اتكلم معاك يا اميرة انت واضح ان حالك مش هيتصلح او يعني حياتك بتضمريها بايدك وانا عندي افكار كتير عايز احكيها معاك اما تيجي مصر او ترجعي على طول كلميني فقالت لها يعني عمر ما حد هياخدك للطريق الغلط وفي الاخر يتجوزك فالكلام ده علق في دماغ اميرة واميرة بدأت تفكر تقول لك هو انا فعلا هفضل كده من راجل لرجل وبتاع وابراهيم ده شكله على فكرة تحسست كده انه بيلعب به انه بيضايع وقت فرحت داخل له شمال بقى قالت له بص انا جربت معاك حاجات كتير وجيت معاك وديتك كل حاجة هنتجوز ولا مش هنتجوز قال لا لا مش هنتجوز طبعا قالت له انت وعدتني وقلت لي انا مستعد قال لا انا مستعد اتجوز واحدة دماغها غيري ده اللي انا قلته قالت له طب وانا قال انت حد بحب وحد كويس وعايزه يبقى جنبي على طول لكن الجواز ده حاجة تانية قالت له طب انا ما انفعش ابقى في الحاجة التانية قال لا لا ما انفعش انا ما اتجوز اتجوز واحد شكل تاني قالت اه يبقى هي كده ايه بانت رجعت مصر اتكلمت مع ناستاسية اللي اسلامت وعندها افكار جديدة لسه يعني اسلامت بقى لها فترة بقى بس يعني بالنسبة مقرنة باي واحدة مسلمة من الولادة اكيد فرق شاسع فالمهم انا استاسية بتقولها انا حياتي اشتها بشكل واما بقت مسلمة ومتجوزة ومسؤولة وعندي ابن بقت شكل تاني واعتبارات المجتمع لازم نرعيها لان المجتمع ده احنا جزء منه وهو بيرعينا لو احنا مش هنرعيه هتلف الايام ومش هيرعينا فقالت لها انا جاية من مجتمع تاني في اوكرانيا نفس الحياة نفس الدماغ قالت لها ازاي لانتو عندوكو اغلب الناس مش مسلمين قالت لها وبرضو مش مسيحيين فاللي ليه عقلية مسيحية ويشوف الملحدين يشمق يشمقز ايه ده ليه بيعملوا كده هم ازاي منحلين كده فقالت نفس الدماغ قالت انا جدتي كانت تعمل كذا 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 وتستغرب بتقول لامي ما تعمليش كذا وجوزك ده رجل محترم لازم تعمليه احسن من كده قالت انا جدتي ليها دماغ وليها احنا اهل الاوكرانيا دماغنا كده شايفين ان على الميل ما يبنيش بيت ما يبنيش اسرة الفتاة المنحلة نهايتها مش حلو فالبنت بقى اميرة دماغها تلعب ايه تالت واحدة كانت طول عمرها مش مسلمة ومسلمة لسه اول مبارح وبتقول لي فلسفة انا نفسي مش واخدة بقى لي منها او مش بتقول ده يعني يا رأيي الناس بالنسبالي طول عمري ارميك في الزبال بتقول ايام ما كنت يعني مسلمة وايام اما قال حد وسبت الاسلام وسبت الدين خالص ما يتعتبر كفرة يعني ما كانتش يعني بتجهر بذلك وده الجزئية اللي ابراهيم خدها ليها اللي احنا ما بنعبرش ليه عن مشاعرنا وحسسنا وان احنا ما بنحبش القيود وان احنا ما بنحبش الاسلام والعادات والمجتمع تلمسكه بحاجات وعايزنا احنا نتمسك احنا كمان بيها فيعني دي الحتة اللي خدها ليها ابراهيم ان هي مش بس ان انا اكون مش عجبني العادات الاسلامية داخلية لا ده انا اجهر بيها وحض الناس عليها واتكلم في فلسفتها كمان فلسفتي في فهم الدي فانا استاذية بتقول لها عندنا ملحدين في اوكرانيا بس بيراعوا الاخرين بيراعوا المجتمع بيراعوا نفسهم بيراعوا ان هم حتى ما بيلحدوا ان هم زعلانين شوية من العادات المسيحية فمش معنى ده انهم يعيبوا في العادات المسيحية او يقولوا هي دي اللي كانت جايبانا وراء بالعكس ده معظم الناس دي بيبقوا ضيعين وبيتجهوا لأشياء غلط جدا المهم اميرة كانت مقولت لكوش ان شغلها ايه ده كله مقولت لكوش شغلها ايه هي او بتشتغل في مجال ايه هي اشتغلت في مجال الضيافة الجوية وده خلتها حاجة للاخر علشان اوريكم بس ايه ان ان الشغلانة يعني ممكن اقول لكم مضيفة جوية فتقولوا اه عشان كده لا هي الشغلانة ما كانتش هي الاساس او وظيفتها ما كانتش هي الاساس في تغيير دماغها الموضوع من الصدمة الاولى من انشغالها وانشغال اهلها عنها وتعليمها حاجات مهمة انشغالهم عن هي بتعرف مين وبتخرج مع مين والكلام ده هي نفسها منشغلة عن نفسها كانت بتبص على الاخرين اكتر من نفسها المهم اميرة في النهاية رجعت الاسلام تاني ورجعت لعقلها وتركت وظيفة الضيافة الجوية اللي ملهاش علاقة بكرر تاني باتجاهها الديفياشن او الانحراف ده بالعكس ده في زملاء ليها بنات وولاد كانوا بينتخدوا اسلوبها في الحياة وان ازاي هما كلهم بيبقوا مع بعض وهي بتروح بتعمل حاجات مختلفة لوحدها اما بيسافروا برا كان واضح على اميرة في قصة اللي انا قلتها لكم في الحلقة الاولى والحلقة التانية انها تعرضت لصدمات كتير وخاضت تجارب كتير ما كانتش محتاجة انها تخدها اصلا او انها تدمج نفسها فيها وانها تبص على الاخرين دي اتجوزت ودي حامل ودي هتخلف ودي اسلامت ودي تديانت حتى صاحبتها هدى رفيقت الانحراف رجعت تحجبت مخلفت واهتدت وعرفت ان الله حق فبقت اميرة لوحدها ملهاش غير انستاسية الاجنبية اللي بتكلمها عن الاسلام وهي من المسلمين الجدد في ناس برضو ايه وجهة نظرها ان الايمان ان انت تؤمن بالله وما تؤمنش به دي حاجة اختيارية هو فعليا اختيارية ما ادعش هجدلك في ذلك ولكن الاختيار المدمر الاختيار المر اللي هو لا يسعيدك دنيا ولا اخر فواحد يقول لي بس في ناس ملحدة وسعداء يا اخي عمرك شفت واحد ملحد بيسب الاديان وبيعيب عليها وبيصخر منها وسعيد وغني ومبسوط جاوب انت عالسؤال ده ممكن تلاقي واحد مش مؤمن مش مسلم ملحد بس غني ومشهور وناس بتحبه